يتاجر الحوثيون بالموت علنا يبحثون عن المميتات في كهوف الحياة وأزيقة الدنيا يراكمون الأموال من وفي تبادل وتناول السموم يصنعون الموت على شكل لعبة يجمعون الموت على شكل قاتل متخفي خلف شجرة أو بالقرب من بئر ماء كتلة صماء تنفجر بمن يقترب تفتك بكل جميل فيه ولا قصة الحوثيون مع السموم والمبيدات بدأت مبكرا ودستمروا علنا يعلق أحدهم بأنهم سموم ولذلك يعيشون معها وبها ويعتاشون منها مزيد من التفاصل في التقرير الذي أعده عمرو محمد من كزيب بروميد الميثيل دورسبان ليست أسماء لقاحات أطفال بل أسماء لثلاثة من تسعين قاتلا حوثيا مبيدا ساما هربتهم وأفرجت عنهم الميليشيات الحوثية وقادتها في مناطق سيطرتهم في البلاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية تعددت الأسباب والموت واحد مارسات كاشفة على تأصل الجريمة التي انتهجتها الميليشيات الحوثية ضد المواطن اليمني واجددت فيها أساليب الموت وأشكاله ولعل أبرز صور الموت خلال عقد الحوثيين المشؤوم قعيدا على سرير مرض السرطان أو أشلاء في الهواء جراء لغم صنعته الجريمة الحوثية من مبيدات وأسمدة ومواد ساما استوردتها بكميات مهولة لهذا الغرض سموم قاتلة ومبيدات زراعية محظورة أدخلتها الميليشيات إلى البلاد في عمليات تهريب مستمرة وحتى عبر أبواب تيارة غير مشروعة تشجعها الميليشيات الحوثية لتعتمد عليها في قتل اليمنيين وتمويل حروبها المتناسلة يؤكد الخبراء تفاقم أزمات صحية في مناطق الميليشيات الحوثية أهمها تزايد حالات الإصابة بمرض السرطان ويعزونها لأسباب أهمها استخدام المبيدات الزراعية المحظورة وفيما اعتبره حقوقيون جريم غاية الخطورة يمتد أثرها إلى كل المحافظات اليمنية كانت مصادر مطلعة قد كشفت عن وثائق مسربة من وزارة الزراعة والري التابعة للحوثيين تؤكد أنه تم سماح بالسيراد أكثر من خمسة ملايين لتر من المبيدات خلال ست أشهر رغم ارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان وتشير الوثائق المسربة إلى أنه جرى السيراد أربعة عشر مليون لتر ونصف المليون من المبيدات خلال عام الفين وثلاثة وعشرين وقد حذرت الوثائق وطالبت بوقف السيراد تلك السموم لخطورتها العالية ودشنت حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي استنكرت إدخال هذه الكمية الكبيرة من المبيدات المحظورة التي لا تقل خطورتها عن الحرب وتهدد حياة المواطنين وفي تصريح صحفي أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن هذه التهديدات العالمية تؤكد أن جريمة إدخال المبيدات السامة والمسرطنة للمناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي والتي يقوم بها تجار حوثيون ليست تصرفا فرديا أو ناتجة عن خلل أو تقصير إداري أو فساد مالي وإنما فعل متعمد تنتهجه الميليشيات منذ انقلابها على الدولة لقتل اليمنيين وإفقارهم وتجويعهم